بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا بعض الكلام على قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والآن نتكلم على ما تدل عليه هذه الآية من أحكام حسب استطاعاتنا فيوخذ من هذه الآية وجوب النطق بالإيمان وأنه لا يكفي التصديق بالقلب كما تقوله المرجعة فالإيمان كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فيجب النطق بالإيمان ولا يكفي التصديق بالقلب لأن الكفار كانوا مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبوا أن ينطقوا ويشهدوا أنه رسول الله فلذلك كفروا ولا ينفعهم تصديقهم بقلوبهم كما قال سبحانه ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال سبحانه وجحدوا بها أي بآيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قوله واستيقنتها أنفسهم هذا دليل على أنهم يعرفون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام بقرارة أنفسهم ولكنهم لم يتبعوهم تكبرا وعنادا فصاروا بذلك كفارا ولم ينفعهم اعترافهم بقلوبهم أو تصديقهم بقلوبهم فهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب يوخذ من الآية أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل كما تكرر هذا في القرآن وأنه لا بد من الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم فمن جحد رسالة رسول واحد منهم فإنه يكون كافرا بالجميع يوخذ من الآية أيضا وجوب الإيمان بجميع الكتب كما أنه يجب الإيمان بجميع الرسل فإنه يجب الإيمان بجميع الكتب لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإسلام والإيمان بالكتب أيضا ركن آخر من أركان الإيمان وذلك لقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل هذا هو الكتب المنزلة على الأنبياء ويوخذ من الآية أيضا أن من آمن ببعض الكتب وكفر بالبعض الآخر فإنه كافر بجميع الكتب لأن الله عمّم وجوب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلت على الرسل فمن جحد بعضها فهو جاحد للجميع لأنها كلها من عند الله وكذلك من آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعض فإنه يكون كافرا بجميع الكتاب فلو آمن بالقرآن كله وجحد آية أو حرفا من القرآن فإنه يكون كافرا بكل القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فلما كان بنو إسرائيل يعملون ببعض التوراة ويعطلون البعض الآخر صاروا كافرين بالجميع وكذلك من يحكم بعض القرآن ويعطل البعض الآخر فإنه يكون كافرا بجميع القرآن وكذلك من يصدق للقرآن في الأحكام العملية ولكنه لا يصدق به في عقيدة التوحيد والأسمى والصفات ويؤولها ويحرفها أو يجحدها فإنه يكون كافرا بكل القرآن لأن القرآن كله حق كله من عند الله عز وجل فلابد من الإيمان بجميع ما يشتمل عليه ولسيما أمر العقيدة وأمر الإيمان بالله عز وجل فهذا بعض ما تدل عليه هذه الآية الكريمة وننتقل بعدها إلى الآية التي تليها قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من يبتغي أن يتبع غير الإسلام يتبع غير دين الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو دين الإسلام والإسلام والإسلام يطلق ويراد به كل ما جاءت به الرسل فإنه إسلام فالرسل مسلمون وأتباع الرسل مسلمون أيضا لأنهم منقادون لله سبحانه وتعالى فدين جميع الرسل هو دين الإسلام وهو الإنقياد لله عز وجل وعبادته بمقتضى شرعه فمن أطاع الله سبحانه وتعالى واتبع الكتاب الذي أنزله على نبيه كل نبي في وقته وعمل بذلك فإنه يكون مسلما فعبادة الله سبحانه وتعالى هي طاعته واتباع ما شرعه في كل وقت بحسبه فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ الله بشريعته الشرائع السابقة صار الإسلام هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع دين الإسلام فمن بقي على الدين المنسوخ وترك الناسخ فإنه ليس بمسلم من بقي على الدين المنسوخ وترك الدين الناسخ وهو القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم لأن الدين الذي يزعم أنه عليه قد نسخ فلا يجوز البقاء عليه بل يتحول إلى الدين الناسخ وأيضا الدين الذي يزعم أنه أنه يتبعه هو لا يتبعه على الحقيقة لأن الدين الذي يزعم أنه يتبعه يأمر باتباع الدين الناسخ ويأمر باتباع الرسول اللاحق كما بشر بذلك أنبياء بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالكتاب الذي يزعم أنه متمسك به لأن التوراة تدل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها صفاته الفارقة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فدينهم يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك ولكنهم أبوا من باب العناد ومن باب الحسد فمن لم يتبع دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كافرا لأنه ليس على دين الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الحد ننتهي في انتهاء الوقت فإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى